ومن إقليم البضحة إلى إقليم أندي الشرقي حيث وصلت البحثة التي يقودها السيد حامد مودا جربو إلى الإقليم حيث عقد الوفد اجتماعاً ضم المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوخ التقليدين ورجال الدين وعلى رأسهم حاكم الإقليم وتهدفوا هذه الجولة إلى إصلاح المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة حليم السعادية يعقوب التفاصيل خلال يومين من آمال الورشة ناخش المشاركون العديد من المواضيع المتعلقة بإصلاح مؤسسات الدولة كتخسيم الإدارة والمناصب الإدارية، الهكم الرشيد، الإدارة والموارد المالية ومعرفة أماكن القوة والضعف وكلها من شأن المساهمة في إصلاح مؤسسات الدولة وهذا يندرج في إطار الإدارة السياسية التي اتخذها الرئيس الجمهورية جريز ديب إتنو خلال الانتخابات الرئاسية التي شهدها العام المنصرم 2016 بهدف تخوية الديمقراطية والإدارة الرشيدة هاكم الإخليم بيسنابي كاروبا فقد أكد بأن هذه البيئثة لها أهمية خصوة وذلك نتيجة لها من إصلاح شامل لمؤسسات الدولة من جانبه رئيس البيئثة إلى أن البيئثة التي وفدت إلى فدى تماثلها بإثات أخرى في كافة الأراضي الشادية كما حث المشاركين مناخشة كل المواضي والخروج بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز إصلاح مؤسسات الدولة نائب رئيس البيئثة إبراهيم أثمان ثمن جهود المشاركين لهذه الورشة وتبخى الإشارة إلى أن هذه البيئثة ستتجه إلى مدينة أمجرس ترجمة نانسي قنقر